السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لحضراتكم الحلقة 154 في برنامجكم نعم أستطيع جملة مهمة جدا 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 في حياة كل شخص جملة مهمة جدا في حياة أي حد عايش على وجه الأرض ببلغ تحياتي لحضراتكم في أولى حلقاتي من البرنامج اللي بشكر قائده وبشكر إدارة القناة المحترمة من خلال حضراتكم مشاهديني الأعزاء أنا من شربين قرية قفر الحج شربيني مركز شربين محافظة الدأهلي حبيت أبدأ البدادي حبيت في أول حلقاتي أن أنا أتكلم بنبذة مختصرة عن بلد منها تخرج منها علماء تخرج منها قامات كبيرة جدا حبيت أكون واحد من ضمن القرية المثقفة جدا قرية قفر الحج شربيني لما بفتخر أكون كعبدالله راشد واحد من أبناء القرية ثانيا المركز شربين المركز العظيم المركز الكبير جدا جدا بأهله وناسه الشرفاء الأعزاء على قلبنا جميعا ثالثا محافظة الدأهلية وعاصمتها المنصورة أول حلقاتي مع حضراتكم حبيت أتكلم بالأمر ده أو في الأمر ده نعم أستطيع هي كونيا علاقة بين الشخص ونفسه علاقة الشخص ونفسه في العمل ده نعم أستطيع نعم أستطيع على أي شيء مباح أي شيء شرعي أي شيء قانوني أي شيء في نطاق اللياقة في نطاق اللباقة نعم أستطيع جملة مش مجرد جملة بتتقال لا هي فعلا أفعال تليها كلمات كثيرة جدا 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 مهمة في حياتنا بداية هدخل في لب الموضوع وأتكلم شوية عن شربين ومستشفى شربين العام اللي هي أصارة جدل أو أسيرة الجدل حولها من قنوات كبيرة جدا جدا خلال الفترة الماضية تجاه مستشفى شربين المركزي بمركز ومدينة شربين الحكاية أنا هبدأ من حيث انتهى الآخرون من حيث التهدئة مدينة شربين بلد عظيم بأهلها وناسها المخلصين هبدأ بكلامي مع حضراتكم في حاجة صغيرة كده عن مدينة شربين ليه بقى بتكلم بالشكل ده النهاردة وأول حلقاتي التلفزيونية وأنا حابب أن أكون واحد من مؤديم البرامج إن شاء الله وبإذن الله حابب أن أتطلع لأكثر وأكثر بإذن الله لكن النشأة اللي تربينا عليها قالت لازم ده ده الانتماء ده الاستطاعة من الانتماء طيب كلام النهاردة السوشال ميديا أثرت بشكل كبير جدا 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 في مجتمعنا لكن تأثيرها العشوائي ده غير مرغوب فيه إطلاقا شفنا الفترة الأخيرة تأثير السوشال ميديا على مجتمعاتنا على الأفراد تجاه المجتمع شيء قد يكون سلبي في بعض الأوقات خصوصا في الأونة الأخيرة جارحة أو جائحة كورونا في الفترة الأخيرة طبعا شيء صعب شيء مرير فيروس أحبس أنفاس العالم مستشفيات العالم كلها بتتسلح ضد هذا الفيروس الأطباء على مستوى العالم أجمع الذي أحبس أنفاسه أو أحبست أنفاسه من خلال فيروس الكورونا اللعين الكل بيتكاتف مع الأطباء الكل بيراعي الأطباء الكل يقف مع الأطباء معنويا سواء مديا بقى من مستلزمات طبية وغيره 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 هكلس الموضوع هرجع تاني للنقطة بتاعتنا اللي هي مستشفى شربين العام منذ أيام قليلة النائب إلهام عجينة ذهب إلى مستشفى شربين العام مش هبقى معه أو مستشفى شربين المركزي مش هبقى معه أو ضد لكن أنا أحلل مواقف وأحلل مع حضراتكم الشيء أو الموضوع اللي النائب إلهام عجينة ذهب به للمستشفى هل زهاب النائب إلهام عجينة نكايف نواب شربين ده بتاعته هو هل اللي النائب إلهام عجينة عمله ده صح أم خطأ ده بتاع مجلس النواب طيب إحنا بقى كميديا كسوشال ميديا نتبع الأمر إزاي إحنا للأسف في ناس كتير جداً اتبعت الأمر حسب الأهواء الأهواء الشخصية أنصار النائب إلهام عجينة قال لك ده بطل وعمل اللي ما تعملش وعلى كده وعلى غراره المستشفى تمت التوصية عليها وتم وكذا كذا في جزء آخر تابع نواب أو تابع نواب شربين النائب إهب السلاب على وعلى النائب فوزي الشرباصي لهم طبعاً باع كبير جداً في الشربين جزء بيقول لك لأ هوا جاي كده الوقت جاي نكايف النواب بتوعنا وكهام ده كله في جزء واقف صامت ما بيتكلمش خالص طيب ايه الحكاية واللي ايه الرواية بعد لحظات ان شاء الله يكون معانا النواب التلاتة بإذن الله يعني بداية كده من نائب إهب السلاب ثم النائب فوزي الشرباصي ثم النائب الهام عجينة هيوضحولنا الرؤية أو هيوضحولنا الرؤى كده بإذن الله وكل الأمور تبقى واضحة أمام الجميع مع الاحتفاظ بحق الطبيب مع الاحتفاظ بحق المستشفى من تداعيات اللي حصل الفترة الأخيرة من قبل قنوات كبيرة جدا سواء مرغوب فيها أو غير مرغوب فيها وده اللي أحزننا جميعا على بلدنا أو مدينة محترمة كشربين أو كمدينة كمدينة شربين طبعا مدينة دعم بالنسبة لدعم الأطباء أيضا دعم الطاقم الطبي بالكامل سواء ممرضين سواء ممرضات سواء أطباء زي ما حراركم شايفين معايا على الشاشة دلوقتي كل الناس بتتكاتف مع الأطباء أطباء مصر بالعموم دول الجيش الأبيض وده واجب علينا في الفترة الأخيرة النواب شربين أنا بخص النواب شربين في الحتة دي بصراحة شفنا والسيشال ميديا كلها أزاعد ده مبادرات من نائب أهاب السلاب بدعم المستشفى مبادرات من نائب فوز الشرباصي لدعم المستشفى وفيه طبعا كل واحد بيوصق حكته وده حقه أنه هو يوصق أنه هو يوصق يقولك أنا دعمت منها للتحفيز منها أنه يقولك لو حتى بيقولها دعاية انتخابية لكن هي دي بتاعته طبعا مش مع تسيس المستشفى لكن مع الوقوف بجوار أو بجانب مستشفى شربين المركزي الطاقم الطبي له كامل الاحترام والتقدير وإن كان في سوق تفاهم أنا أسميها سوق تفاهم عشان إحنا مش عاوزين الفجوة توسع يعني إحنا برنامجنا هنا نعم أستطيع نعم أستطيع في قول الحق نعم أستطيع أن نوصل رسالة صحيحة أن أنا أوصل رسالة الحقيقية للمشاهد ماوصلش رسالة وهمية للمشاهد أو أننا نكسب تعاطف ده على حساب تعاطف ده أنه يبقى إلهامة عجينة زهب لو خلاص ده زهب راجل شايف أن المريض اللي هو رايح له ومحتاج له أو على حسب الفيديو أنا أصريت أن الفيديو مايبقاش موجود النهاردة عشان خلاص مش عاوزين نقرر المسائل دي لكن احنا عاوزين نلم الأمور من برنامجنا اللي هو نعم أستطيع على قناتكم المحترمة نعم أستطيع نعم أستطيع بجد نعم أستطيع أن أنا أوصل رسالتي المهمة نحو المجتمع نحو المجتمع بلياقة بأدب باحترام مع كل طواقف المجتمع بعد اللحظات هيكون معنا النائب أهاب السلاب تليفونيا دلوقتي ويدخل معنا كل سنة وحضرتك تابع معالي النائب ورمضان كريم على حضرتك معالي النائب أهاب السلاب شفت الأمر إزاي معالي النائب دخول النائب إلهام عجينة بس إحنا عاوزين نهد الأمور وبرضو نختصر ديت يعني نختصرها في الرد يعني بعتذر لحضرك نختصرها في الرد عشان وقتنا وشربين محتاجة من أهاب السلاب إيه الفترة الجاية إن شاء الله إنت خلصت الكلام بكلام محترم وكلام جميل أنا أتلاولت القنوات الفضائية كلها والقنوات الإعلامية والإعلاميين المحترمين ما بضرب السايد النائب إلهام عجينة حال دخوله في مستشفى شربين عشان التوصيح على أحد المرضى أو عشان الزيارة أو عشان ممارسة الدور الرقابة بتاعه أي المكان المسمى اللي هو دخل في المستشفى لكن عدس حصلت بعض المشادة حصل الصوت العالي حصلت بعض التجاوزات الغير مقبولة يعني خلانا نقول هذا صرف غلائك هذا صرف غير مقبول إن شاء الله إن شاء الله هيكون فيه يعني مبادرة مبادرة أنا ببدأ بالنمجة كأول تماما علشان أنك عندي بس مبارح وهو تفضل مشكورا شخصا الموضوع وبدل ما يبقى الموضوع فيه اعتذار من سيادته لما بضرب إنه لأنه مش أنا اللي تناولت الموضوع اللي تناول الموضوع بميع القنوات وغميع الدهات بما فيها نقابات نقابات الأطباء بالدقالية نقابات الأطباء بالقاهرة تضمنت معها نقابات السيادلة نقابات المهن تمان فالموضوع ما هوش مش أنا اللي بسيره أو مش عشان أنا نائب الدائرة وأنا يعني مفيش غضادة بينه وبينه بشيء ولكن أنا بقول لهم بضرة أنا بعتذر تاني على الهوى لجميع لجميع الأطباء اللي حصل ده ممكن تكون يعني لحظة صيام تكون حاجة مقصودة وغير مباشرة يكون هو شوية غيرة على بلده غيرة على مستشفى هو برضو بيحب شربين ويجي من أبناء شربين الموضوع إن شاء الله هيبقى فيه مبادرة مني نروح للنواب والنواب هتعمل كمان واقفة كبيرة في الدرسة الدائعة عشان نعمل اعتذار رسمي بلما مبادرة من السيد النائب يا عبد الله احنا كلنا بالحب مصر وبالحب المصريين ان عندنا حاجة اسمها فيروس كورونا عندنا من الإجراءات اللي وزارة الصحة مدرية الصحة في الدقالية مدرية الصحة على مستوى بمدرية مصر العربية بتحاول تتاهد علشان نعمل الوقاية والتدابير الاحتراضية ان الى الان لم نصف للعلاد او المصر اللي انقذنا من هذا الوضع شايف مستشفى شربين معالي النائب ان شاء الله في تقدم شايف المستشفى فعلا انا اسمعت من دكتور صابر مدير المستشفى دكتور صابر مشالي ونائب المدير دكتور محمد ابو زيد ان المستشفى ايما بدورها على اكمل وجه معالي النائب وعملت بروتوكولات كبيرة جدا سواء الكشف عن بعد مع المرضى او متابعة المرضى عن بعد عملت شغل عالي قوي شايف باختصار كده شايف المستشفى فعلا بتعمل ده معالي النائب وقدر على الوصول ان شاء الله البر الامان بإذن الله ايه هو المصطلحات والرسالة الطمأنينة اللي حبات قلتها عن طريق استادة وزير المستشفى واستادة وخلاء المستشفى استادة اطنئنان نميلة ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان لها يكون لها تنفيذ على ارض الواقع جميل يعني العالية قوي بتقدم فجمة عالية قوي واللي احنا كويسين قوي يعني الموضوع نكتهد ونسعى ونحاول علشان نوصل للحاجات الجميلة والانفاظ الجميلة اللي ده حالك بتقولها دي نكتهد ونسع ايضا في المغادرة معالي النائب ان شاء الله مع النائب الهام عاجينة وتبقى الامور كده هتسير على ما يرام بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بص يا عبدالله فضر مع النائب بعد إذن حضرتك تخلينا بس يعني دي تبقى مني لو فيه أمور عايزين نخليها شخصانة بالنائب ونائب انا هامتنع عن اي ردود السيد النائب الهام عاجينة فضره مني ايه اي ردود السيد الهام عاجينة هتجاوز فيها هيتكلم فيها في حقي وعايز شخص الأمور انا هامتنع تماما ومن الآن لا ان شاء الله مع النائب ردا على النائب الهام عاجينة فيه مبادرة هتبقى علشان نبقى ادينا مع الأصباء علشان ادينا مع مصر ان شاء الله يتقال زي ما يتقال لكن قلبا وقالبا مع الأصباء مع الجيش الأبيض الجميل بتاعنا اللي حفظ ان شاء الله مع النائب كما بيقولوا كفنوا على ايده ان شاء الله ان شاء الله مع النائب وشكرا لحضرتك شكرا لمداخلة حضرتك مع النائب اهب السلاب كان معنا النائب اهب السلاب في مداخلة و جميلة جدا مبادرة جميلة جدا بصراحة انا ما اتفاجأتش من نائب اهب السلاب ان هو يدخل معنا دلوقتي ومعنا مكالمة ثانية من نائب دائرة شيربين ايضا النائب فوزي النائب فوزي الشرباصي تحياتي لحضرتك اهلا سهلا يا مرحب ازايك وزي عبد الله اهلا بحضرتك مع النائب تبعت حضرتك بداية الحلقة وتبعت حضرتك تدعمنا لمستشفى شيربين وانا اتكلمت عن حضرتك ايضا دعمت وعملت مبادرات لدعم مستشفى شيربين من مستلزمات طبية وحضرتك وصقت ده على صفحتك على السوشال ميديا او صفحتك على الفيسبوك النائب فوزي الشرباصي في الاونة الاخيرة مستشفى شيربين بقى الترند كان الترند موجود على مستوى تقريبا العواطن العربي على الاقل شايف ده ازاي او سبب هل دخول النائب الهامة عجينة هسألك سؤال مختلف شوية عن النائب اهاب السلاب دخول النائب الهامة عجينة هل ده حقه القانوني او حقه الرقابي او التشريع معالي النائب اه في البداية خلينا اقولك كل سنة وانت طيب ومصر كلها بخير الشعب المصري ومنكم لهم بخير يا رب وربنا يرفع عن العالم كله في البلاء والغمة اللي الناس فيها اه بالنسبة لإشاءال حضرتك وبالنسبة لدخول الهامة عجينة المتشفى شيربين اه الوقت اي نائب من حقه ان هو يخش اي يروح يتواصل مع المسؤولين ويخش اي جهة 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 تلفزية او جهة حكومية ويباشر في دوره الرقابي ويشوف حق المواطنين اللي هما انتخابوه وطلعوا وراه وتعدوه للمواطن اللي يبقى نائب برلمان اه من حقه ان هو يشوف اللي بيشتك من حاجة او المواطن اللي حقه ضيع يدور عليه ويجبهوله من حقه يبص على المستشفيات برضو ان كانت مستشفى الجامعة او المستشفى شربين او مستشفى بالقاذ او مستشفى اي مستشفى من مستشفىات العامة ويدور على حق المواطن اللي يمكن يكون ولكن انا معالي احنا مش عارف ياخد حق ولكن ولكن يعني معاليش احنا برضو احنا بنقول بس ان هو يمكن الوقت اللي احنا فيه والظرف اللي احنا فيه اه ما يسمعش ان احنا ان احنا نصور فيديوهات ونصورها ونشيرها على المواقع التواصل الاجتماعي تماما علشان ان انت عارف ان احنا برضو في وقت تماما العالم كله واقف العالم كله جميع الدول الكبيرة والصغيرة واقفة وبتساعد الاطباء وبتساعد وزارات الصحة بتاعتها اللي بتحارب الوقت دول في حرب على جابها زي حرب اكتوبر زي حرب زي ما بنحارب الارهبيين في كنا ووقفين في ظهر الجيش لازم ان نكون برضو ووقفين دلوقتي في ظهر الاطباء وان شاء الله هنقف جنبهم مرارا وتكرارهم معالي النائب مع المبادرة اللي اطلقها دلوقتي النائب اهب السلابة معالي النائب ان شاء الله تشارك فيها ويبقى الامور تتلم كده ودلوقتي تبقى تمام بإذن الله معالي النائب لا انا طبعا مع اي مبادرة تكون في صالح في صالح المواطن وفي صالح ماض احنا احنا مش عايزين مشاكل دلوقتي احنا عايزين بس نقول للأطباء والوزارة الصحة جدعان وربنا يعنكم ربنا يقوقوا على اللي انت فيه ربنا ينصرنا على الحرب اللي احنا فيها ديات ان كانت حرب نفسية او صحية او احنا في ظروف البلد كلها تمام بسبب فيروس كورونا وبنسعركم فانا مع اي مبادرة تكون فيها اا يعني طريق كويت او في ان شاء الله معالي الناب ويسا مع النفس ولكن انا بس اللي مزعلنا ان كان الوقت ده ما كانش وقت بس فيديوهات علشان نتعرف فيه قناوات معادي يسير لمصر ايوه اكيد احنا ضد ده معالي الناب طبعا احنا ضد ده وضد التدعيات اللي في الاخر دي فعلنا معالي الناب اشكرك معالي الناب فوزي الشرباصي كان معانا النائب فوزي الشرباصي عدو مجلس النواب عن دائرة شربين واحنا بنرن دلوقتي على الناب الهامي عاجينة ما بيردش خالص على التليفون الناب الهامي عاجينة لو حقرد طبعا ما بيردش خالص على التليفون انا كاية رسالة لحضراتكم نعم استطيع نعم استطيع ان انا افعل كل شيء تحت مظلة واحدة هي مظلة الياقة والاحترام مع كل الناس احنا بندعم الجيش لبيض بندعم مستشفى شربين بندعم كل مستشفيات مصر بنسمن دور الدولة بنسمن دور القيادات الامنية والرقبية بنسمن كل الادوار والشعبية والمجتمعية هذه تحياتي تقبلوها دائما عبدالله راشد في برنامجكم نعم استطيع اشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم بخير